على ذكر العناصر اللي الأهلي محتاجها وعلى ذكر الصفقات الحياة في كلام لازم أن نقف عنده شوية لأنه لما يكون الجرائد والمواقع كلها مليانة بأخبار مفاوضات للأهلي هي صحيحة ولا مش صحيحة هي جدة ولا مش جدة هي في بداية مراحلها ولا اجتهادات لكن في الأول وفي الآخر دي فترة فيها مفاوضات فترة مركاته انتقالات كل الأندية حقها الطبيعية إنها بتفاوض كل اللعيبة اللي بتلبع احتياجاته ومحدش يقدر يحجر على حد بيتفاوض مع نادي على دعم صفوفه إذا كان ده حق مشروعه حق طبيعه كل الأندية بتمارسه ليه لما النادي الأهلي يمارس هذا الحق الطبيعي يبقى الأهلي بيقرصن يبقى بيخطف يبقى بيفرغ كده غيره يبقى بيدعم يبقى بيقوى فرقته يبقى بيعقد صفقات مهمة مع أنه نفس الفعل ونفس الحق الأمر لا يعني أي حد ولا يعني لما يطلع حد يقولك فيه بالذات في ملف الأهل والإسماعيل وأنا ليه بقولك الأهل والإسماعيل كنت أظن إن احنا تعلمنا شوية من درس الأهل وبورسعيد وكان ظني إنه 74 روح سقطت في ملعب بورسعيد نتيجة هذا الاحتقان غير الطبيعي وبس الكراهية والحقد والتعصب والتوتر والعداء بين جماهير أفضت إلى ما أفضت إليه ربنا ما يعيدها لكن ده كان نتيجة من نتاج الحالة القائمين على الكورة وعلى الرياضة وحتى على الإعلام الرياضي ومسؤولة لأن ديها وصلوا الجماهير لها وصلوها للمرحلة دي كنت تفاهم إنه الأمر لما يوصل لهذا الحد الناس تنتبه وتلتفت وتستيقص شوية لأنه 74 روح دي مسألة مش هينة تقريبا دي الكارثة الأفجع في تاريخ كورة القدم حول العالم بس للأسف ما تعلمناش منها أو مش عايزين نتعلم منها يطلع علينا حد يحرط فيه اتجاه علاقة الأهل بالإسماعيلي ويتكلم على إنه ده الأهل اللي بيكرهك وقول لأنتو بتكرهوه بأمرت إيه؟ لأ أصول أهل اللي بيفرغ الإسماعيلي من لعبته طب هو كلام؟ يعني هو أي كلام وخلاص؟ ولا فيه واقع وفيه حقائق؟ الإسماعيلي شأنه شأنه كل الأندية عنده لعبة كويسة بتنتقل منه للأهل أو لغير الأهلي الانتقال يا إما بيبقى انتقال حر يا إما بيع وشراء زي ما بيأخذ من الأهلي بيد الأهلي وزي ما بيأخذ من الزمالك بيد الزمالك محدش بيقول إنه الزمالك على سبيل المثال للحصر في خلال السنوات الأخيرة أخذ من الإسماعيلي معظم اللعبة الكويسة بيعوشيروا حقه بس ليه هذا الحق لما الزمالك يضم مثلا عمر جمال وقبل منه شوء السعيد وقبل منه بهاء مجدي وإبراهيم حسن وباهر المحمد اللي خده سابه وصالح موسى وأحمد علي كل دول انتقلوا في خلال سلتين ثلاثة الأخرى للزمالك لا محدش يذكرهم يرجع يتقال عصد الأهلي اللي فرغ الإسماعيلي من لعيبته طب والإسماعيلي أما النهاردة في المصر اليوم في المصر اليوم مش في مجلة الزمالك في المصر اليوم جورنال مستقل مفترض يعبر عن الكل يبقى فيه كاريكاتير للفنان عمر سليم والراجل زمالكاوي وحقه الانتماء إلى أي نادي الزمالك نادي كبير محترم زي الإسماعيل وزي الاتحاد وزي المصر وزي كل أنديتنا الشعبية لكن لما هذا الانتماء أو هذا الحق يوجه في اتجاه بس الكراهية بين الأهل والإسماعيلي التحريض على العلاقة الشعبية بين الأهل والإسماعيلي غرس مفاهيم التوتر والألأ بين جماهير الأهل والإسماعيلي ولأي كاريكاتير النهاردة تحديداً في المصر اليوم بشرة للأهلوية بمناسبة الأوكازيون يعلن نادي الدرويش عن تخفضات تصل إلى 70% اشتري محمود متولي وخد فوقيه لعيب تاني ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه ايه؟ خدوا بالكوز زي مالك بيفاوض محمد عواد طيب ما حدش بيتكلم حقه يتفاوض ينجح في المفاوضات أو لا ينجح دي مسألة متخصناش بالتأكيد أن كل نادي زي ما قلتلكم عنده الحق الطبيعي أنه يدعم صفوفه باللي هو عايزه لكن ليه لما الأهلي يتقال أنه بيتفاوض يتقال الأهلي ما أعلنش بس يتقال في الإعلام يبقى النتيجة بس هزي الروح إقاع هذه الفتنة بين الجماهير التحريض على هذه العلاقة يطلع مسؤول غير مسؤول يقولك الأهلي ومش الأهلي ونلاقي الكاريكاتير يتكلم على أصل الأهلي ومحمود متولي وخد لعب زيادة بالشكل اللي أنتوا شايفينه بكل ما فيه من سخرية وكل ما فيه من تحريض ما حدش بيستوقفه أبدا زي ما قلتلكم زي مالك ضم كل اللعبة دي أتمل إسماعيلي ابتداء من رضا سيكة لإسلام الشاطر لهاني سعيد لعصام الحاضري ثم أحمد علي ثم صالح موسى وباهر المحمد وإبراهيم حسن وبهاء مجدي وشاو السعيد وعمر جمال كل دول انتقلوا ومحمد يونس انتقلوا من الإسماعيلي للزمالك طب الأهلي الأهلي اللي ما فيه فريق في الدوري اللي عنده لعبة من ولاد النادي الأهلي ومن مدرسة الكورة في النادي الأهلي تحديدة يعني إذا كان الأهلي ضم من الإسماعيلي ما نضم وحنقولهم لكن محدش بيستوقفوا الحقيقة إنه الإسماعيلي ضم من الأهلي أكتر ما الأهلي ضم من الإسماعيلي بل بالعكس ربما كان اللعيبة اللي الإسماعيلي خدها من الأهلي عدد كبير منهم من ولاد النادي الأهلي يعني اتربوا في مدرسة الكورة في النادي الأهلي يعني الأهلي كان السبب في إنه دول يلعبوا كورة وينتقلوا للإسماعيلي والغير الإسماعيلي وحق الإسماعيلي محدش يقدر إسماعيلي دي نادي كبير ومن حقه يتفاوض ويضم اللي هو عايزهم بس أنا بتكلم على إنه ليه الأهلي لما بيضم يتعرض لهذا التحريض وهذه الإساءات وهذا الإقاع بينه وبين الجماهير في الإسماعيلية عشان بعد كده تحدث كل المشاكل اللي بتحصل ومحدش بيتكلم على إنه النبت بدأ منين الغرس الخبيث كان بدايته إزاي محدش بيستوقفه ده إحنا اللي بنصنع هذه الكتلة من النار وبعد كده الحاسب حرقة مين وحرقة ليه إحنا اللي بنوقدها الأهلي من ولاده من أبناء مدرسة الكورة فيه اللي انتقلوا للإسماعيلي إبراهيم سعيد أحمد صديق أحمد سامير فرج هاني سعيد محمد فضل محمد جودة كريم بامبو آخر واحد دول ولاد النادي الأهلي طيب انتقل للنادي الإسماعيلي من النادي الأهلي اللعيبة دوليين اللعيبة دوليين كبار منهم كبات كانوا في النادي الأهلي إذا كان عصام الحضري ولا شاد محمد ولا مجد طلبة انتقل من الأهلي بعد ما لعب آه ابن الزمالك واحترف في اليونان جي الأهلي وبعد كده راح للإسماعيلي والقايمة تطول بالكل اللي أنا قلته الملكه مصريين وغيره حتى أمير سعيود الجزائري أحمد صلاح حسني الممثل الكبير دلوقت مهاجم الآهلي وابن الآهلي وابن مدرس الكرة في الآهلي واحترف في الخارج في فرنسا ولما رجع أو في ألمانيا ولما رجع رجع اللعب في الإسماعيلي حدش بيتكلم كله بيتكلم على نجاح بركاته ومجموعة إسلام الشاطر وإعماد النحاس وسيد معوض اللجوم النادي الأهلي ومحدش بيقول هو النادي الأهلي يعني ضم من الإسماعيلي بشكل مباشر بيع وشرة شريف عفضيل يعني عبدالله السعيد لعيبة قليلة جدا ثلاث لعيبة ومحمد عبدالله بيعوا الشرة من الإسماعيلي للأهلي غير كده الإسماعيلي يبيع محمد والكلام لجمهور الإسماعيلي إسماعيلي بيع محمد بركات برقم كبير لأهل دي جدا تقلق مع أهل جدا وخد كاس ثم أهل جدا بيعوا للعرب القطري لعب سنة والعرب القطري بيعوا للنادي الأهلي تقلق لا الأهل هو اللي عامل الكبري ده عشان ينقل بركات يعني الأهل عامل الكبري القاهرة جدة جدة الدوحة الدوحة القاهرة كده على ذكر الكبري اللي بتقال اللي يبين دول طيب الزمالك تفاوض مع بركاته وقف العرب القطر وبعد كده قال لك لا مش هيضمه ومريض وعنده الغدة الدرقية ومش هيكمل ولما نجح بقى لها اللي خطفه من الاسماعيلي زي اسلام الشاطر الاهل يقدم عرض للاسماعيل عشان يضمه والزمالك قدم عرض ماديا كان اقل من عرض الاهل رايح انا فاكر وقتها المندوق الحسيني امين سندوق ناد الزمالك راح للاسماعيلي قدم العرض بتاعه اقل من عرض الاهل والمهندس ابراهيم عثمان قال انا هبيعه للزمالك رغم انه هو العرض الاقل بس عشان اشتري سكوت جماهير الاسماعيلي اسلام الشاطر حط بند في عقده شرط جزائي طيب الزمالك اعار اسلام الشاطر الاتحاد جد السعودي لعب سنة في الاتحاد رجع استخدم الشرط الجزائي بتاعه وجي النادي الاهلي يبقى الاهلي خطفهم والاسماعيلي بقى مرت ايه زي اعماد النحاس الزمالك الاسماعيلي بيبيعه للنصر السعودي انتقال كامل والناس قالت انه عماد عجز وخلص وبطلوا الكلام من ده النصر السعودي بعد سنة عماد مش عايز يكمل معاهم كانوا رايح مع كابتن محسن صالح المدرب وقتها وكابتن محسن مشي وعماد مش مبسوطه عايز يمشي عرضوا للبيع انتقل للنادي الاهلي بقى الاهلي هو اللي عامل الكبري مع النصر السعودي وهو اللي اضر الاسماعيلي مع انه الاسماعيلي هو اللي بايعه بيع كامل بصفقة كبيرة الاصد ان كنت انتقالات لعيبة لما الاهلي بيضم اي لعب يبقى لا ده عامله كوبري وهو اللي جابه والاهلي بيفرغ وخلص الناس بقى اتفاهمة لكنه الخطر كله في تحريض الجماهير ضد الاهلي في هذه المسألة وباستمرار في حرص على الاقاع واحداث هذه الفتنة وزي ما قلتلكم ما تعلمناش من اللي حصل وما استفدناش من درس برسعيد احنا في بطولة بطولة الامم الافريقية واحدة من اهم المكاسب اللي فيها لحمة الجماهير ووحدتها صحيح ان المنتخب ما كملش في البطولة عشان صورة الجماهير المتحدة دي مع بعضيها تكمل للاخر لكن ده احنا ملتفين حوالين فريق جزائر شي رائع جدا وشي طيب ان احنا نلتفى حوالين منتخب الجزائر كمنتخب عربي بقدم كورة حلوة جدا وممثل لكورة العربية بشكل محترم في البطولة وان شاء الله يفوز على السنغال في النهائي يوم الجمعة ويتوج لكن انت متخيلين ان احنا ملتفين حوالين فريق عربي ومشا قدرين نلتفى حوالين مسابقتنا احنا الزمالك بيتفاوض من حقه يتفاوض والاقل بيتفاوض من حقه يتفاوض ليه لما ده بيدم يبقى حقه وليه لما الاهل يضم يبقى بيقرصن وبيخطف وبيفرق وبيعرض ليه